المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من داخل البرلمان ونصدف في هذه الحلقة سيد عبد الكريم محمد عبد الكريم وزير المناجم والجيولوجيا وموضوع هذه الحلقة هو يتعلق بالمشروع قانون الذي صادق عليه المستشارين الوطنيين والجمعة الماضية حول إصلاح الشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا مساء الخير سيدة الوزير أهلا وسائلا بك سيدة الوزير كنت في الأسبوع الماضية والجمعة تحديدا في مثل هذا اليوم كنت في البرلمان وصادق نواب المستشارين الوطنيين على مشروع إصلاح الشركة الوطنية للمناجم والجيولوجيا أولا حديثنا عن تأسيس هذه الشركة متى وكيف عملت هذه الشركة أولا نشكرك كتير لخالي عربي والتليفزيون أتعلن الفرصة نتكلم بخصوص الصناميك والمشروع الجديد نتكلم بخصوص الصناميك والمشروع الجديد شركة وطنية للمناجم والجيولوجيا هي أسسة من 2018 ومنذ ذلك خدمت وحاليا يعني الفترة الفاتت دا كان يعني سوينا مشروع عشان نخير الطريقة لعنا خدمة عن الصناميك وعشان دا يعني سوينا مشروع عنا يعني تاكس جديد ودينا أنا خشنا فوقه في البرلمان سيد الوزير زي ما قلت إن الشركة تأسست مزعمة 2018 وخلال هذه الفترة ليه غيرت الاسم من الصناميك إلى الصناميك ما السبب؟ السبب هو ما تغيير اسم ما خيرنا أشسم عشان بس الأسم صناميك ما عجبنا لكن أساسا أنه الصناميك ذات ما يعني إن دينا القد منيه هو اللي عساس الصناميك دا وإتدى علينا أنه يعني التكست دي باس نصوص حسنا عن الصناميك النصوص عن الصناميك ما عالبي سيئة لأننا نتوه الأرهاب في حيات التدارب حا ستاني أن تتنا رس أسس بسم صناميك يساري به ما يحصف على سيادة وغرش أو سيادة و على سيادة وبلفتر حتى الأساس هو اللي عدا هذا هو اسم هذا الخير ناسم سوني ميك يعني بيجاتي يعني صويته ناشنال دعستلاتي ويقالتين ويقالتين فهو مراحبة يعني الاني المراحبة لأنه في البرجات الشرطة عن الاني التعليمينار هذا كانت في في الوزارة تحت إشراف الوزارة وحسا لمنع في سوناميك عشان دا يعني الميسيون هنا الكنترول يدخل في سوناميك ويعني الاسم ذا يتخير سيد الوزير بس في الفرقة الشرطة أو القوات الأبنية بس جوفي الشركة الجديدة ولا في إضافات آخر لا في إضافات لأنه سوين أرمونيزيون هنا التكسر بأجمال يعني بما يخص الشركة ذاتة أرمونيزي التكسر هنا وجبنا دخلنا فوق البريقات دي كنترول مدف على ذلك يعني عندنا الكنتور الكنتور يعني الشبكة اسم شنو هنا هنا البي اسم شنو والشراء عندنا الذهاب والمواردة الآخرة يعني ده جبنا دفنا فوقا والأرمونيزيون عشان ده يعني لهذا التخيير نعم يعني هي اللي بتي جيري للا بار هنالإطاع البر هنالإطاع الجاي موارد جاي من قبل هنالشركات يعني الأشرف المئة ده جراجي للشركة عشان تدر يعني تواصل فوق خدمتها يعني أي زول بنتج نسبة عشرة في المئة عشرة في المئة من المنتجات يعني بمشي للصناميك سيد الوزير في نفس الإطار هل الشركة أيضاً عندها فرصة لتنتج ذاتها ولا بس تدير العمل طبعاً الشركة ميشيل أسوما زاتة قالو سوسيتة ناشونال لإكسploitation اليوم الشركة عندها 16 رخصة 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 نتنقب يعني عندها في كل المجال دها تدر تقديمه وتدر تشترك مع شركة أجنبية أو شركة وطنية يدر يمشوا يصووا جوان فانتور ولا يعني يصووا أكور بارتناريا يوى يخدموا سوا الشركة عندها كل الصلاهيات عشان تمشي يعني تخدم في الميدان ده طبعاً النسبة بتكون تختلف إذا كان المنتج إذا النازل المنتجين بيده 10% وإذا كان هي نفسها بتنتج أو باعت الرخص لشركات أخرى فالفائد هل أيضاً بتدخل في الشركة أو لو طبعاً الآية مع كل راجل للحكومة فال10% كل راجل للحكومة والثاني نضيف عليها المنتجات عن الشركة ذاتا يعني العوايط هنقدر أجل طبعاً للحكومة سيد الوزير أنتو كوزارة يعني كوزير المناجم والجيولوجيا ما هو دوركم في هذه الشركة إذا كان قلت أن الشركة هي التي تقوم بإدارة المنتجات وأنتم كوزارة أنا كوزارة طبعاً عندنا يعني المهمة السيادية اليوم الرخص وإشراف يعني العام لكل الشركات البخدمة ومن دم نم يعني شركة صناميك طبعاً طبعاً دراجة للوزارة وشركة صناميك هي طبعاً يعني صوت يتل عن الوزارة نحن الوزارة دنك كل الميسيون اللي عندنا ندلها هي تقوم بها وعننا نقوم طبعاً بالإشراف العام ويعني كل المهمة السيادية سيدة مزيرة طبعاً البلاد بتنعم بخيرات وفيرة في باطن الأرض حدثنا عن الأماكن اللي موجود فيها الآن الزهب بالتحديد والآن المناطق اللي بيعملوا فيها حالين جاهزة للتنقيب البلد الحمد لله زي ما ذكرت فوق خيرات كثيرة وللآن يعني ما تم انفنتر عام استكشاف حصر يعني أي وحصر عام لكل الموارد المعدنية في شام الجاد لكن التخريرات اللي جيناها سابقاً وحس يعني كل الاستكشافات الفنين اللي الوزارة ما شو وصو وأبرى يعني خدمة السحنا السوسيتات والا القاعدين يخدموا يعني ألم تقريباً في جميع أنحاء تشادة اندنا يعني خيرات واندنا بالتحديد يعني الزهب موجود في شمال كات وخاصة في تبستي موجود في بطحة موجود في في مايو كيبي وست موجود في سلا موجود في سلا موجود في سلامة في غيرا يعني في ودي سلا تفيد عندي استياني تقريباً في كل عنها تشت فوغى سمساً موجود في في حجر حديث نعم نعم يا نعم وحسن على نفس المسلم نعم 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 سلا نعم في مايو كيبي وست نعم 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 خمسة مليون كمسلم يعني نعم في نفس النقطة سيد الوزير الحديد والرخام هل بيدخل في الشركة دي ولا برنامج خاص والرخام؟ نعم طبعا الشركة هما عندها البرمي هنا والبرمي داخل فوق الرخام داخل فوق استكشافات هنا الدهب داخل فوق استكشافات هنا العديد أي شيء باطن الأرض؟ أي شيء باطن الأدل يعني ممكن يمشي يخدمه فوقها سيد الوزير ما هي الشروط العمل في هذه المناجم؟ كيف إنسان يجي عمل فيه؟ طبعا الشروط عندنا موفرة في إدارة الكادستر ميني اللي بد كل التفاصيل عندنا الدركسون جنرال هنالجيولوجي عندنا الدركسون جنرال هنالمن بعدين الشروط طبعا تكون عندك سوسيتي الشركة عند كل الأوراق الرسمية عنه عنه كوميرس وبعدين تعمل هنا طلب في الوزارة بعد ما عملت الطلب يعني يقوموا بئسة فنية يمشوا ينزلوا في الميدان يشولوا الكوردوني وبعدين يجي يرجوا ويعملوا تقرير والتقرير ده طبعا يمدى فوق السكان الممثلين هن السكان هن المكان التمشي عشان ما يجي في تدارب وتسادم بعدين في الأمل ويكون شيء يعني رسمي و بوافق لهماية البيئة ده أهم شيء عندنا قاعدين تجي ونعمل بعد البيئة ده يصولوا لك الارتة وبعدين عندك يعني فترات ما أين فترة هن الاستكشاف وفترة هن التنقيم سيد المزير إذا كان الواحد لقيت الشركة لقيت الترخيص وبمشي هناك كيف بوزع الأماكن يعني باز يمشي في مناطق معينة كي يقول لك يلا فضل أمشي ولا بتحددوا مناطق أي زول تدو جزو معين يكون عشان ما يجي عندنا ده أهمية هنا الكادسترمينية الكادسترمينية طبعا عند خريطة العامة هنا على كل البلد وحصة يعني لاهقة إن شاء الله الكادسترمينية ذاته بيكون يعني خلاص داخل في السيستام الانفورماتيزي فإذن يعني من خلال المكتب ذاته تدر يعني تعرف مكان الدوت فوقه كوردوني والماء الدوت فوقه إذا كان يعني زول دخل في كوردوني هنا الآخر ممكن يدر يعرف دونك الكادسترمينية هو يخدم مع الدركسون الجنرال هنا جيولوجي ويرسل الفنين في الميدان الفنين وكي جابوا الكوردوني همم ناس كدسترمينية ده يدروا عبر الخريطة الانديم ده يدر يعرفوه البكان ده فوق السوسيتي الكيمياء والله والله بالنسبة للمدة يعني زول الشركة يكون عندها كم مدة اللي قد ترخيص شهر شهرين أو يكون مفتوحة لا لا طبعا المدة هنا نقلاته من شلطة الرخصة ممكن تنزل الميدان لكن عندنا الاستكشاف استكشاف شغل أربع سنة وبعدا السميم كان زي يعني ممكن تشرح اللقاء من بدد تقدر تخدم لقاء الثلاثة سنة لكن كنجد للاستكشاف إلا تساء أربع سنة حتى تجي للتنقيب طبعا بالنسبة للبترول في نسبة 5% للمناطق المنتجة هلأ الذهب أيضا بيحظى بنفس النسبة دي بالنسبة للسكان أو المناطق المنتجة هذا طبعا شيء معروف ومذكور في الكودميني الخمسة في المئة يرجع للمنتجة المنتجة يعني قبل كده خدمنا في جانب عن البترول سبينا لجنة فنية مع وزارة البترول وزارة البترول أمر طبعا من رئيس الوزراء عشان نقوم بنفس الأملية ده نسوه للجانب هنا المعدن عشان نسوه الخمسة في المئة ده لكل المناطق المنتجة وحس عندنا بيئسة في الميدان مش يعني يوقوا كل الناس خليوا يصبروا الخمسة في المئة ده إن شاء الله جاي طبعا الخمسة في المئة طبعا بيكون مصلة عامة يمكن يبنوا بقى مستشفيات مدارس وما أشبه ذلك أما بالنسبة للشباب الشباب المنطقة المنتجة هل في برنامج خاص بها ولا أي الشباب ولا هم بدخلوا الكلام ده ذاته القدمي نينما خلاه كل الشركات اليخدموا لازم يعني يستهينوا بالشباب القاعدين في المنطقة قبل ما يجوبوا ناس من مداتك آخر عشان يستفيدوا في هذا المجال ولكن الشباب خاصة ما عندهم طبعا وزارة وعند الـ 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 الانتربرنارية قائم بشغنهم ولكن بخصوص المين والجيولوجي يعني عندنا ديسبosition في القد منية كاتي كلم بالكلامنا سيدة الوزيرة في عام 2015 في حقل ظهر في ولاية البطحة والناس تدفقوا إلى هذا الحقل وبطريقة عشوائية غير منظمة مما أدى إلى نزاعات وإمكان وفيات لكن الحكومة نسبة للحد من هذه النزاعات قامت بقفل هذا الحقل أين نحن الآن من هذا الحقل البطحة طبعا الحدث المؤسفة التي كانت في عام 2015 لأسباب الأمنية الحكومة وقفت النشاطات عن الأورباير لكن الشركات التي تقدم هناك لدينا تقريبا أربع شركات كبيرة يعني عندنا الكونسورسيوم ذاتها هنا البلم جيميا صناديم كلها قاد يخدموا من 2015 وجاء قادين يخدموا وإندك مناجم شركة مناجم عندك شركة أبو راشد كلها قادين يعني يخدموا في الميدان لكن الأوربايرش بقوله ارتزانال ده العشوائي ده ده اللي وقفنا لسبب أمني ولاهقا إن شاء الله يعني نفكوا الكلور عشان الناس ده يقدروا يخدموا بطريقة يعني منظمة في نفس الإطار أنه في منطقة كوريبو جدي أيضا يعني حصلت نزاعات وأدد إلى وفاة العشرات من المواطنين مما دفع رئيس الجمهورية قام بزيارة شخصيا إلى هذه المنطقة وأوقف هذه النزاعات التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين أين نحن الآن في كوريبو جدي؟ كوريبو جدي طبعا بعد زيارة رئيس الجمهورية دعانا ومشينا ومع وزير المالية وودينا معنا فنيين وقدروا يعني الجانب الأمني الحمد لله موفر وحاسي حاليا عندنا بروجير بيلوت يعني هناك يخدم يفق كلور عشان الكلور ده يداري نزم الأورباياش الترديوشينا ده يداري نزمه وندرو نصو إحسائية أنا كل الأوربايير القادم بخدم هناك ده نتريك صناميك والكونتور عشان الناس ده يزول يدو بتاقة البتاقة ده يزال تبتكون لها هماية لأنه إن دك بتاقة ما يكونفوندر إنتي مع الناس الماشين يعني أشوائيين ساكت وماشين لمخامرات وشنو والناس الماشين لفعات الاسمه شنو إرهابية وشنو ده كل يعني بيجنبك معروف وبعدين البتاقة ده يديك حق تمشي تخدم وتستخرج زهبك وتجي تبيئة للكنتور الكنتور هو يحول لك قروشك يعني أمني أمني كافي بالنسبة للبشر وبالنسبة لممتلكاتهم سيدة الوزيرة بالنسبة للشركات الأجنبية طبعا في شركات أجنبية بتعمل في هذا المجال منذ سنوات ولا خبرات واسعة كيف تكون طريقة الوصول الأجانب إلى التنقيد في هذا البلد؟ الأجانب عندنا عسل الجنوب أفريقيا عندها شركة قاعد تخدم في البطه وسبقا قدمت في مايوكي بي عندنا جنسيات يعني آخر شركات أجنبية قاعدة تجي وتخدم لكن يعني يوفروا شروط شروط القد من يوفروا شروط وخلاص كان يوفروا شروط ده كل وقت ده يعني تخدمه بدون أي مشكلة سيد الوزير هل وضعتم خطة أو برامج لتأهيل الشركات الوطنية لأن الشركات الوطنية ما عندها خبرات في هذا الجانب يعني نعتبره جانب جديد بالنسبة للشاهدين هل وضعتم خطة لتأهيل الشركات اللي ترغب في العمل فيها؟ حالياً حالياً البرنامج كانت التأهيل بخص الأورباير بس الأورباير الحاسي قاعدين يخدموا بانتريقة أشوائية ده يدوروا يعني انتريك سنميك يعززوا يعني قدراتهم عشان الناس لما يستخدموا مواد ذات كماوية في بكان التنقيب ويعني يستعملوا أسلوب يعني رسپونسابل عشان ما يتلوا في البيعاء ويعني يستخدموا جانتوا هنا من الدعب ده بكل شفافية وده يعني برنامج الحسانين قامين فوقا في البروجهة وإن شاء الله نقوله في البطحة ونقوله إن شاء الله في مايوكا بيه والمناطق الأخرى وفيما بعد يعني عندنا برنامج كبير مع البنك المونديال ده يعني بخص تعهيل كل الشركات اللي غير بخدموا في هذا الخطأ في نفس الإطارة سيدة الوزيرة بالنسبة للتنقيب هل فيكا دين متخصين في هذا المجال في الوزارة الآن موجودين يمكن يقوموا بهذا العمل عندنا الحمد لله عندنا ما يقارب ستين لسبعين مهندس يعني حالين وإنهم خبرة كافية الحمد لله قاعدين يخدموا وبساودوا يعني قاعد يساهموا في تنمية المجال المآدني هل لديكم علاقات مع الدول الأخرى فيها خبرات واسعة في هذا المجال لديكم علاقات للتبادل وحكذا أفعل أننا علاقات مع بركينة فاسو مع نيجر مع مالي دال يعني بلاد مجاورة وإنهم يعني تقريبا نفس الودي يعني الجغرافي وشنو مع تشات لكن عندنا مبادلات مع جنوب أفريقيا مع كندا مع بلاد كثيرة وقبل أسبوع استدفنا هنا في جماعة الأسامبلي جنرال هنا أواجه است اللي هي منظمة يعني خدمات الجيولوجية الأفريقية تقريبا 24 دولة أفريقية جهدوا معنا وده كل في إطار هنا التبادل وتفاكر يعني كيف المين ده يستفيد من دول الأفريقية سيدة الوزير أرجع قليل إلى مسألة الأجهزة أجهزة التنقيب طبعا الشركات لا إمكانيات ممكن تجيب أجهزة كبيرة أما المواطن العادل الذي عند الرغبة ينقب الذهب هل يشيل له أي جهاز في الأسواق العديد ولا في أجهزة معينة محددة من قبل المزارة والشركة ده طبعا بخص حجم السوسيتي الشركة وحجم هنا المعاشين يستثمروا في طريق هنا الميدان لكن أخلابيا يعني حس الناس القادين يستخدموا ده بيستخدموا طبعا أباري هنا الاستكشاف ده اللي هو عادي ده وفي يعني شركات كبيرة بتستخدم جرارات بتستخدم يعني حفارات وحتى يعني في شركات بيستخدموا درون ليه بعمل فوق الجهو الفيزيك ده لازم يستخدموا درون وعلت يعني حديثة في المجلة لكن من يعني ده مخص يعني حجم هنا أنا هنا هنا الشركة لا أنت ذكرت أنه الشركات لا إمكانية أنا أقصد الأفراد العالية الأفراد طبعا أي زول مواطني يعني دار أنا دار يمشي شي في رزقه هنا يمشي شي له جهاز يشتريه يمشي يدبر ولا في لا ما طبعا حس النظام الحس الخطة الحس قلت لك حتينا أنا كلوار ده يعني الكلوار ده بيكون الخدمة ما بيكون أشوائي أنتو الكلوار ده دار ميدور ده بيكون محفوظ وبيكون عند عمني وبيكون فوق دراسة يعني استخدمت يعني قبل ده عشان ده الشي الفوق ده يعني أنا الدورة نعرفه والزولة الباجي يعني ببهز ده وكدك دمعين ده ألا هو حزه نعم حز بعد سيدة الوزيرة فيك المستسبرين كثر بيرغوا بدايما بيجوا في البلد لاستثمره وطبعا مجيئ المستسبرين بيكون دفائي كثيرة خلق فرص للعمل وحتى فيه للدولة ولكن دائما في عقبات بتوجد خاصة في جانب الضرائب يفرض لك ضرائب باهزة المستسبر بيفوت ماذا عملتم في هذا الجانب حتى نجلب المستسبر يجيب صورة أكبر والله هاليا عملنا الكثير خاصة مع وزارة المالية طبعا الدرايب بتجي قبل الوزارة المالية وكل ما سنع عندنا يعني خطة يعني الوزارة بتغطى والوزارات التانية بتتبقى خلاص في الإطار دا يعني أني نقدرنا خدمنا مع وزارة المالية حسا مثلا نديد مثل الدهب اللي بيستورده بره عن طريق المطار كان يعني سابقا بيطفو الأوين اللي بيوده الدهب في بره كان بيطفوه سابقا يعني تلات خمسة في المئة خمسة في المئة من الكمية اللي انديم لكن يعني هنا حسا عملنا يعني اسمه شنو استراتيجية مع وزارة المالية اوين ده يدفوه 0.5% من شاء الله 0.5% يعني كان اول قات تدفع خمسة وسبعين الف في الكيلوغرام نعم حاليا تدفع خمسة عشر الف في الكيلوغرام يعني ده بشجعنا شي بيشجع نعم وبخلي الناس يعني يتجانبوا من طريق هان الفروت يخلوا منهم على الفروت يخلوا منهم على طريق السيكوريتي ما عنده ده ويجوا عن طريق الرسمي يدفع درايبهم ويمشوا وهم ان ذات بعوراك رسمية بمشوا هناك في دبي سواء كان في الشين وغين ما يلقوا صعوبات بالنسبة في نفس الجانب التجار خاصة بيعانوا لمشكلة التحويلات انهم كمية من الزهب والان الحمد لله انه الدرائب تخفضت بالنسبة لتحويلات القروش دائما في مشكلة في هذا الجانب نظرتم الى هذا نظرنا وده الخلى يعني رئيس الجمهورية يعني يشجئ الشركات مثلا حسنا هنالا اتصالات عبروا يعني خدمات هنام هنالتحويل بقول له شنو ترانسفير ترانسفير دي كريدي ده عشان انينا وكد نوضو كونتوار مثلا في كوريبو قدي اللي فيه اخصى يعني عنها البلاد الشركات او الافراد ذاتها اللي يدروا يجووا مسلا يبوهوا دهب ولا مسلا يبوهوا للكنتوار التحويل ده يكون يكون سهل ويكون اندى عمني وبعدان الكنتوار ده ذاتها يعني بريفوار ليه اه اه الرباط مجحزة عشان تقدر تشيل الدهب ذاتها هولة ولا كان كمية ده زيادة كان يشلو بالطايرة يعني يحولوا لخيطا جمانا فهذا كله يعني تسهيلات عشان الناس يعني يدروا يخدموا اه بكل سهولة في في جانب ارسية الوزيرة الكلام دي طبعا الشركة المستشارين صادق على المشروع طبعا بكون اه باخد طابق رسمي ممم الامل اللي بيبدأ متين كل الكلام ده هستجان نقول هل هاليا بدأ ولا اندو تاريخ معين يبدأ في وجه الانطلاق اه بداية عمل الشركة الجديدة امر في البداية الشركة هاليا عند البروجيت بيلوت ده كانت تخدموا منذ شهر تسع شهر تسع شهر تسع الفات يعني هاليا تقريبا شهرين وهاجة قاعدين يخدموا في الميدان وحسا حاليا في بيس في الميدان قاعدين يخدموا وكان انتهوا وجابوا لنا التقرير وشفنا التقرير ده يعني اه مصمر يعني انا واحد ده نقدره اه نحوله اه في البطحة ونحوله في اه اه يعني الست مينيال الاخر في حول السيدة الوزيرة مناطق الانتاج دائما مناطق نائية ما فيها سكن ما فيها مشكلة اموية حاجات دي كلها يعني البيئة قاسية هنا ماذا عملت من اجل الناس زي اذا كان مش يلقوا بكان يسكنوا فوقا ويعكلوا ويشربوا توفير هذه الخدمات ده ده كل حسة داخل في اه 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 اتار هنا البروجيت بيلوت الحمد لله في وجود انا اله الرئيس في قربه دي كان ادى يعني اوامر سارمة عشان اه يعملوا فراش انا موية لانو مكان داك دا ما في موية موية بجوبوا من ليبيا السيترنا بواهد مليون عشان دا حسة هاليا المينيستر هنا او رسوله هنا وتقريبا يعني الفراش دا كان زيتا بيجي ومن اه في جانب انا 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 السكن وجانب انا كل اللي يعني الملتزمات الحياة الملتزمات دا كلها ان شاء الله يعني البروجيت دا يفكر فوقا عشان الخدمة دا لازم يكون مفيد عشان ندره نريبليكة في المناطق الاخرى اه سيت الوزير كلمة اخيرة بالنسبة للمواطنين نحن في مع هذه الخيرات واندنا شباب كتير او ناس عدد كبير من المواطنين ما يندم عمل وهذه فرصة ما هو النداء الذي تريد ان تقدموا ليه انا اولا اولا نقول يعني الشي اللي يرجع للهكومة وخاصة الوزارة يقوموا بكل اهميتهم عشان يستثمروا في جانب الانفنتر الانفنتر دا اهم شي الحصر دا الحصر دا كان ارفناه الشي الموجود في انهاء البلاد دا هنا وكد دا ندره اي شركة مع حالة تقدر تيجي تخدم يعني واندا يعني معلومات كافية عشان تجي تستثمر دا 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 جانب الجانب التاني دا الناس خلي يعني يهدوا في اقليم اليوم الانقطاع المعدني دا يعني كان اليوم دا انا فوق استثمار عديل دا ان شاء الله يعني يساهم في تنمية هنالبلد ويساهم في يعني في الاليفاش في اغريكولتور كله يساهم زي البترول ويمكن اكتر نشكر السيد عبد الكريم محمد عبد الكريم وزير المناجم والجيولوجيا لهذه الاطحات وذلك بمناسبة المصادقة على مشروع اصلاح الشركة الوطنية المناجم والجيولوجيا من قبل المستشارين للوطنيين هكذا مشاهدي الكرامة هذه الحلقة ونشكركم على حسن المتابعة وإلى ان نلتقيكم في حلقة اخرى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة